اشتركوا في القناة مبني على انشطة ذات قيمة مضافة عالية تراعي اقصى معايير الاستدامة البيئية واضح معاليها ما هيئته الحكومة من مقومات وتشريعات وبنية تحتية متينة قد حفز العديد من الشركات الكبرى على اتخاذ المملكة مقرا لاستثماراتها النوعية ووجهة اساسية لاعمالها ونقطة ربطها بالعالم الخارجي وذلك بما يعود بالنفع على المواطنين في توفير الفرص الواعدة لهم جاء ذلك لدى تفضل معاليه بحضور عدد من اصحاب السعادة الوزراء بتنشين مشاريع شركة حديد البحرين بقيمة اجمالية تبلغ 250 مليون دولار امريكي والتي من شأنها ان تحقق الاستدامة البيئية والمجتمعية والتي تتمثل في بناء سقف انشائي لتغطية منطقة مواد خام الحديد وتأسيس مشروع الطاقة الشمسية وتخصيص ارض صناعية لدعم عمليات الشركة على نطاق اوسع وبهذه المناسبة اشهد معالي الشيخ خالد بن عبدالله بمبادرات شركة حديد البحرين لما لها من انعكاسات ايجابية على البيئة والاقتصاد الوطني الامر الذي يرسخ مكانة مملكة البحرين كدولة رائدة في صناعة الحديد والصلب بالمنطقة والعلم ويؤكد في الوقت نفسه حرص القطاع الخاص على تعزيز شراكته مع القطاع العام من خلال تبني السياسات والممارسات المسؤولة والرامية الى تحقيق المملكة لهدف وصولها الى الحياة الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2060 وعرب معاليه عن شكره وتقديره للقائمين على شركة حديد البحرين مقدرا كذلك جهود كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة على تعاونها المثمر مع الشركة في تنفيذ خططها الطموحة المواكبة لأهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 الرامياء الى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستويات الصادرات وطنية المنشأ وخلق فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي موسيقى 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 بهدف تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية تم تتشين مشاريع شركة حديد البحرين بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي والتي تتمثل في بناء سقف إنشائي لتغطية منطقة مواد خام الحديد وتأسيس مشروع الطاقة الشمسية وتخصيص أرض صناعية لدعم عمليات الشركة على نطاق أوسع شركة حديد البحرين تحتفل بعدد من المشاريع اللي فيها أثر إيجابي للبيئة وخفض لإمبعاثات الكربون في مملكة البحرين بالمقابل أيضا لها أثر إيجابي على اقتصاديات الصناعة وفيها تطوير لصناعة حديد البحرين مما يجعلها متقدمة عالميا وليس فقط إقليميا جميع المشاريع مرتبطة بالاستدامة كما تعلمون صناعة الصلب هي صناعة تساهم بحوالي ثمانية في المائة من انبعاثات الكربون في العالم لذا نحن نحاول القيام بمشاريع من شأنها تقليل بصمتنا الكربونية في البحرين بالنسبة لنا المجتمع مهم جدا والمسؤولية الاجتماعية هي جزء رئيسي من عملنا لذلك نحن ننفق حوالي 250 مليون دولار للقيام بهذه المشاريع مبادرات شركة حديد البحرين لما لها من انعكاسات إيجابية على البيئة والاقتصاد الوطني ترسخ مكانة مملكة البحرين كدولة رائدة في صناعة الحديد والصلب بالمنطقة والعالم وتؤكد في الوقت نفسه حرص القطاع الخاص على تعزيز شركاته مع القطاع العام من خلال تبني السياسات والممارسات المسؤولة والرمية إلى تحقيق المملكة لهدف وصولها إلى الحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2060 ما في شك أن بحرين ستيل من أكبر مساهمين في قطاع الصناعي في البحرين والاستدامة في قطاع الحديد بالرغم من صعوبتها لأننا إن شاء الله بنبدأ هذا المشروع اللي يعد الأول من نوعه في الاستدامة والمحافظة على البيئة إن شاء الله نحن اليوم نفخر أن الطلب متزايد علينا في حديد البحرين نحن تقريبا نصدر حق جميع دول العالم تقريبا نسبة الإنتاج وسطت حق 12 مليون أما مبيعاتنا حق دول الخليج هي 40% حق شمال أفريقيا تقريبا 15% وإن شاء الله بهاي السنة راح نصكها بـ 25% يستمر التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة بهدف تنفيذ الخطط الطموحة المواكبة لأهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستويات الصادرات وطنية المنشأ وخلق فرص عمل وعيدة للمواطنين في القطاع الصناعي يأتي تطبيق الاستدامة في القطاع الصناعي في مملكة البحرين وتحديدا في قطاع الحديد لتعزيز البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية الحيوية ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر